بالنسبة للرئيس الامريكي دونالد ترامب بيقول انه بايدن بيقودنا الى حرب عالمية تالتة وفي نفس الوقت كمان كان شن هجوم لازع ترامب على بايدن اتهمه بالفساد تلقي رشاوي من الخارج وقصت برضو القضية اللي متهم فيها ابنه هانتر وبيتكلم عن انه هو الامل في انقاذ القانون في الولايات المتحدة وانقاذ المؤسسات وكان فيه مرشح جمهوري بيقول ان ترامب وبايدن كلاهما تجاوزوا تاريخ الصلاحية او تاريخ البيع هنشوف طبعا الفترة اللي جاية ايه اللي هيحصل